بعد قرار دولة رئيس الوزراء سيد الكاظمي بإجراء حملة إزالة تجاوزات في كل المحافظات أوعز السيد أمين بغداد لكافة البلديات بتوجه لإزالة كافة التجاوزات الموجودة سواء كانت على الشوارع أو الأرصفة ومنع أي تجاوزات على أراضي أمانة بغداد وأراضي الدولة نصيب بلدية الكرادة كان لها أن نفذت خلال الأيام الماضية من بدء الحملة إزالة تجاوزات على الشوارع الرئيسية سبق هذه الحملة هي انذارات للأخوة المتجاوزين سواء كانوا المحلات والبسطيات الموجودين وكذلك حملة بمكبرات الصوت لإنذارهم لرفع بضاعتهم وموادهم من الأرصفة استمرت هذه الحملة لحد اليوم ومستمرين بها وكافة البلديات ويانا زيان أكو سيد جاسم مناطق تحاولون تسوين مناطق بديلة للناس لأنه هناك ناس يقول لك هذا باب رزق نفهم أنه التجاوز هو مظهر غير حضاري ويسبب مشكلة وعدة مشاكل يعني بس ناس تقول لك إحنا مضطرين فيما يخص البسطيات لأنه هناك نوعين من التجاوز أنا بس ما أريد أقاطع حضرتك بس هناك تجاوز أصحاب المحلات اللي يطلعون على الرصيف هذا موضوع وموضوع اللي هما بسطيات ناس جاي على باب الله قاعدة بنص الشارع نعم أكو توجيه من السيد الأمين بهذا الخصوص أنه أصحاب البسطيات يتم تنظيم وضعهم مع إلزامهم بمحافظة على نظافة المكان وعدم استغلال الرصيف بشكل كامل فيما يخص البسطيات والناس اللي موجودين على الأرصيف يعني رزقهم على الرصيف لحين إيجاد أسواق بديلة يتم تستوعبهم يتم بعدها رفع هذه التجاوزات زين أما تجاوزات المحلات وأصحاب المطاعم وغيرها لا، نحن شرعنا بهذه الحملة قلت لك على مدى الأيام المضات والحد اليوم نحن نزيل بهذه التجاوزات مع انذارهم وطلب من عندهم رفع بضاعتهم هذا هو إليه يومي يومي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة